والآن إلى أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلية حول الحرب على غزة مع قراءة مع الباحث بالشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل العواد مساء الخير وائل السلام عليكم اختلفا افتعلا خلافا لأسباب خطة سياسية اتفكا على الخطوط العريضة بشأن الحرب على غزة واختلفا على بعض التفاصيل ام انهما لا اختلفا على التفاصيل ولا يحزنون بايدن ونتنياهو لكم الحق طبعا في ان تشكوا بكليهما شو لكم الحق باعتقادة يجب ان تشكوا بكليهما بكل مقالة بالتسريبات عن خلافاتهما هل كانت تسريبات حقا عن خلافات ام انها صممت كي تبدو كأنها تسريبات جزء من خطة اعلامية خطة سياسية لكي يستفيد كليهما المهم بايدن الذي لا يرى بنفسه لا يرى بنفسه انه يستطيع ان يكون رئيس قادم للولايات المتحدة وينسحب من السباق منذ تسع اشهر يأخذ قرارات باتجاه غزة ويدعم اسرائيل بكل اليد التي معه حتى خربت البلاد على العباد والان سيبقى رئيس لست اشهر اخرى رئيس قرر بانه لا يصلح ان يكون رئيس للخمس سنوات القادمة لبلاده سيكون رئيس للست اشهر القادمة لمنطق لا اعرفه يعني ليش اللي ليش يصلح ان يكون رئيس لست اشهر الان ولا يصلح للخمسة التي بعدها خلاص يا باعتقادي يا خلاص لا يصلح يا يصلح يعني كل الاحوال ما يهمنا عن تأثر كل هذا الكلام كيف يؤثر بالحرب على غزة اغلب المحلل الاسرائيليين يرون لن يغير كثيرا لن يغير كثيرا مثلا نحوم برنيع من يدعوت احرنوت قال زيارة نتنياهو لواشنطن تأتي في توقيت بائس سيقابل بايدن والان بايدن ذا اهمية محدودة بالتالي يعني نتنياهو لن يأخذ الموضوع بكل جدية في العلاقة معه في جلست معه وليس عن نتنياهو اخبار جيدة لبايدن والادارته لا بما يتعلق بالصفقة ولا بما يتعلق باليوم التالي للحرب وكما قيل كما اشياء اذا بدكم هذان الموضوعان الاساسيان اللذان اختلف نتنياهو مع البيت الابيض بشأنهما خلال الفترة السابقة يقول برنيع نتنياهو كان قد تعهد لمبعوثين امريكان اتوا خلال الاشهر الماضية بانه مع نهاية دورة الكنيست الصيفية هذه يعني سيكون قد تحرر من ضغوط بين كفير وسموتريتش وسيمنع حرية اكبر لطاقم المفوضات وهذا لم يحدث توقع برنيع انه عندما يخرج نتنياهو من اللقاء مع بايدن ستتركز الاسئلة عرايو عرايو هل كان مستيقظا هل تحدث بشكل موضوعي هل كان طبيعي هل شفية من الكورونا كلائل كلائل سيهتمون بكلامه عن غزة هذا رئيس مروع كلائل سيهتمون بكلامه عن حزب الله عن اليمن عن ايران او حتى عن المخطوفين كما قال اما المحل السياسي في موقع والا الالكتروني قال ان ما حدث في امريكا ليس بالضرورة مشكلة عن نتنياهو بل قد تكون هذه فرصة نتنياهو فهدف نتنياهو الاساسي في هذه الزيارة هو لكي يرمم علاقاته مع واشنطن كي يبدو قائد كبير هناك وايضا لكي يرمم صورته في اسرائيل يعني كي يقول الاسرائيليين انا السياسي الاكثر تأثيرا في امريكا ويانا رايح اخطب في مجلس الشيوك والكوينجريس بايدن كان قد امتنع عن دعوات نتنياهو من العام الفين واثنين وعشرين لان حكومته مضطرفة وما حدث هو افضل ما يتمنى نتنياهو الوقت ممتاز خصوم الديمقراطيين في حالة فوضى عند الرئيس جديد نسحف في اخر لحظة اصدقاء الجمهوريين في افضل وضع سياسي منذ سنين وبايدن ضعيف وسيلتك ترامب نتنياهو سيلتك ترامب ليفتح صفحة جديدة بينهما كان هناك خصام بينهما نشأ في اعقاب خسارة ترامب الانتخابات السابقة سريعا وقتها تذكره نتنياهو اخذ موقف مع بايدن ضد ترامب وهنأ بايدن وقته تطلع بتصريحات ضد نتنياهو يقول الكاتب ليس واضح كيف ستتأثر مفوضات تبادل الأسرة ووقف اطلاق النار من إعلان بايدن عن انسحابه من السباك الرئاسي ولكن بكل الأحوال بكل الأحوال إذا توصل نتنياهو إلى أي قرار كان فإنه متوقع فقط بعد عودته من واشنطن ونهاية الدورة الصيفية للكنيسة لأن نتنياهو يخشى تشكيل خطر الآن على استقرار حكومته حسب الكاتب أنتقل للفيديو الأول محتجزان إسرائيليان اليوم أعلن عنهما كقتيلان وفق الإعلام الإسرائيلي واحد منهما زوجته كانت معه بالأسر وأطلق صراحة بالفوج الأول الإنسان اللي كان بعد حوالي شهرين من الحرب وطبعا تحدثوا بشكل إنساني كانت تنتظر عودته ورفضت لحديث الإعلام فضلت دائما أن تخرج معه وتتحدث معه شاركت بالكثير من المظاهرات لكي يعود زوجها ولكن اليوم كي لأنه قتل وطبعا كل الجانب العاطفي تحب وكل هذه التفاصيل يشدون عليها في الإعلام الإسرائيلي طبعا للتفكير نتنياهو قبل أربع خمس أيام قال صحيح هناك أسرة ولكن الأسرة أحياء ولم يموتوا ورد عليه واحد من الأبو كان في الأسر قال له أبوي أيضا عانى في الأسر وأيضا قتل فاليوم في اتنين أعلن عن أنهما قد قتل لا طبعا قاعدين يفحصوا بقولوا هن قتلوا في خان يونس فبس مش معروف هل قتلوا نتاج القصف الإسرائيلي المدمر اللي شفناه ولا بقولوا حسب كان 14 تحليلاتهم بقولوا هل قربنا قرب الجيش يصل عندهم فقاموا حماس بقتلهم يعني واحد من هك يعني هدول الروايتين اللي طلعوا من جهة أخرى مرة أخرى جيش الاحتلال يعود لقصف متوحش إلى خان يونس إلى أحزمة نارية ويقولون بأنه نعود لخان يونس لأننا لم نكمل عملنا سابقا هناك ولماذا هناك الكثير من الناس في خان يونس أيضا حسب كان 14 بقولوا حماس شوفوا التحليل العظيم وضعت الكثير من الناس هناك لكي تخبئ بنياتها التحتية الإرهابية حسب بصفهم وبالتالي هم يخرجون الناس لكي يقصفوا ولكي يقتلوا مخربين في المكان نفس الروايات تعود على نفسها من 8-9 وحتى من قبل 8-9 يعني من قبل 7-9 عندما كان هناك يقصف في حروب سابقة نفس المنطق الحديث يعني قالوا لماذا الآن نعود لخان يونس لأنه إتمام العمل بين كثيرين يحتاج لعدة أيام إضافية يعني كل مرة يعودون بشكل شنيع يقصفون حتى المباني التي قصفت سابقا والآلة للسقور محل في قناة 14 قال بأن السلاح الأمريكي بدأ يعود هذا اللي كان محبوس لفترة طويلة عشان ما يفوتوش على رفح بعدين فاتوا على رفح والآن بدأ يعود وقال بأنه هكذا يبدو الوضع أصبح أفضل من ناحية كمية السلاح اللي معنا وعلينا أن نتم العمل في معلومة نفتت انتباهي أيضا في قناة 14 سأل المقدم سأل الصحفي بقوله هل في معلومات مخابراتية مميزة هناك قالوا آه لقينا معلومات تسوى ذهبا وجدنا أجهزة كمبيوتر هناك وفيها معلومات مهمة جدا تكمل الصورة عن الأشخاص الذين أسرناهم يعني وكأن الحرب بدأت من بدايتها يقولون بدهم يقنعوا الناس أنه فاتوا على خان يونس وأنه الأسرة اللي أخدوهم سابقا ما أخدوهم مش على الفاضي بس إسا عرفوا ليه أخدوهم وجدوا الكمبيوترات الدنيا كلها نهدمت كل الدنيا نهدمت في خان يونس وبس الكمبيوترات ظلوا بخير حسب الرواية يعني وبعدين جاب الكمبيوترات توصلوها ودوروا على المعلومات اللي فيها وطلع أب المعلومات اللي داخل الكمبيوتر هي مناسبة للأسرة الفلسطينيين عندهم فبالتالي ما احتجزوهن على الفاضي وإسا بلش البازل يكتمل هذه هي الرواية على من يحب أن يصدقها أنتقل الفيديو الثاني ماذا قال نتنياهو قبل أن يغادر إسرائيل إلى أمريكا وهو في مطار الليد كان طبعا إلى جانب زوجته الوفد المرافق قال أغادر الآن زيارة بالغة الأهمية إلى واشنطن في الوقت الذي تحارب في إسرائيل في سبع جبهات وهناك انعدام يقين سياسي كبير في واشنطن طبعا بقصد انسحاب بايدن وقال سألقي خطاب للمرة الرابعة أمام مجلسي الكونجرس كرئيس حكومة لإسرائيل وسأشدد في خطابي على الأهمية في دعم الحزبين لإسرائيل وقال بأنه لأيهم من سيفوز في الانتخابات إسرائيل هي الحليفة الوحيدة التي ليس لها بديل لأمريكا في الشرق الأوسط واثق بأن هذه العلاقة الإسرائيلية بيقول يعني مش مهم ربح ألف أو باء وكيف ستتغير الأمور في النهاية أمريكا لن تترك إسرائيل قال أيضا أعتقد أنه في هذه الفترة من الحرب وانعدام اليقين هناك أهمية لأن يعلم أعدانا أن أمريكا وإسرائيل تقفان معا اليوم وغدا وإلى العبد في قناة ما يسألوا سؤال مهم قالوا في حدا عم بيستناني تنياهو في واشنطن يعني ولا مشغولين باللي هن فيه فاضيين له باختصار يعني فاضيين له يستقبلوه هناك أصلا عندنا هزة أرضية كبيرة مرشح ينسحب في اللحظة الأخيرة قالوا آه من ينتظره بالذات هو بايدن المرشح بايدن ليه بقوله ظل عنده ست أشهر بدي يفرجي أنه ترك الانتخابات وذهبه لأن يكمل مهامه في الست أشهر المتبقية ترك موضوع الانتخابات على الأغلب نائبته هاريس ويذهب لقرارات تاريخية ويقولون بأنه الآن بايدن سيقابل نتنياهو بينما بايدن قد تحرر من حسابات الانتخابات تبعته وبدو الناس يتذكروا بشيء والشيء هو صفق التبادل الأسرى ورح يضغط عن نتنياهو بدون ضغوطات انتخابات أنا بس دا أقولك رأيي في الموضوع يعني إذا أسمحوا اللي بقوله بأنه بايدن بدو يترك للعالم ذكرى بأنه قام في صفق التبادل هدول بفكروا من وجهة نظرهم بفكروا الدنيا كلها بتلف حواليهم أنا اللي بشوفه من العالم أنه بدهن إيقاف الحرب بدهن حالة إنسانية على الأقل من شعوب العالم عن طريق صفقة ممتاز اللي يكنوا عن طريق صفقة ولكن يريدون إيقاف الحرب يعني مش صفقة هي الأساس الحالة العدل للبشرية هي الأساس محاكمة المجرمين هي الأساس شيء من العدالة هي الأساس مش صفقة من الوجهة النظر التي يتحدثون عنها إنما نوع من العدالة بالجانبين إذا بدكم هيك على الأقل أنا شفت من سلوك شعوب الأرض في الفترة الأخيرة إذا مش حكومات على الأقل شعوب حكومات كمان بعض الحكومات الفيديو الثالث في أمريكا تنتظر نتنياه نوعين المظاهرة المظاهرة الأولى من قبل فلسطينيين وداعمين للإنسانية والأخلاق ضد الحرب وطبعا يتهموا بأنه مجرب حرب وكانوا تحدثوا في قناة 13 عن كل اللافتات التي تعلق هناك ينتظروا لكي يعبروا لهم كم يحتكروا ما يفعلوا هدولة على أغلب المظاهرات أكيد الأكبر هناك بس في نوع سان من المظاهرات لا إسرائيليين في أمريكا يتظاهرون ضد نتنياهو أيضا وضعوا أيضا يقولون لافتة كبيرة جدا جدا على أحد المباني اللي رحكون نتنياهو يجلس أمامها شنشوف اللافتة قالوا له أنت غير مرحب بك عد إلى إسرائيل وعمل صفق التبادل نريد أبنائنا أحياء يعني في نوعين مظاهرات رح يواجهن تنياهو هناك إسرائيليين مش طايقينه وفلسطينيين وداعمين للفلسطينيين والإنسانية كان مش طايقينه بالمناسبة قبل ما يطلع من مطار الليد كمان الظاهر آلاف عائلات أو المشاركين من داعمين لعائلات الأسرة الموجودين في قطاع غزة في مطار الليد بن جريون للمطالبة للضغط على رئيس الحكومة لكي يبرم صفقة خلال الفترة الأكرب ما يكون يعني نتنياهو طلع في مظاهرة ضده ووصل في نوعين من المظاهرات يعني مجموعة مظاهرات تستنى فين نوعين من الناس الفيديو الرابع قبل نحو أسبوعين كان قد عمّن مكتب نتنياهو عن مشروع قرار حكومي عن فرض حضر استيراد مطلق من تركيا ردا على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر أيار لفرض حضر تجاري مع إسرائيل طبعا بسبب الحرب التي تشن على قطاع غزة المتوحش الاقتراح بدأ الحضر من إسرائيل عدم الاستيراد من وزير المالي سموتريتش قال نفرض جمارك بنسبة 100% على كل بضاعة مستوردة من تركيا معنى في خبراء اقتصاديين قالوا شو عم بتساوي مش بس بترفع وبتزيد الغلاء في إسرائيل لأنه في كتير من البضاعة الإسرائيلية تأخذ من تركيا إنما حتى ثمن الأشياء الداخل إسرائيل سيرتفع سعرها لأنه أنت بتلغي المنافسة عمليا مع البضاعة التركية اختصار قالوا له بتخرب بيتنا يعني مهم بعد أن رفضا بعد أن يعني اقترح نتنياهو هذا الاقتراح في قناة 13 اليوم قالوا لحظة هناك معلومة ملفتة تدريج الاعتمان التركي في وضع هو الأعلى منذ عشر سنوات هناك حالة ممتازة هناك ارتفاع هناك إنجاز لأردوغان طبعا بهاجموا يعني وبقولوا فشل في انتخابات السلطات المحلية وهكذا حزبه بهاجموا ولكن يقولوا بأن وضع الاقتصادي والتعريف الاعتماني تابعوا يرتفع بينما التعريف الاعتماني في إسرائيل ينخفض فالمحل في قناة 13 بقول محل الاقتصادي بقول يبدو بأنه على نتنياهو أن ينتبه وهو يعاقب الآخرين وهو يعاقب تركيا أن لا يعاقبنا نحن ويفيد تركيا يعني كل نتيجة طلعت عكسية بالآخر بالأرقام النقطة الثانية اللي حكيوا عنها في الكنيسة اليوم كان في جلسة الحكومة تحضر دعم أو قوانين وطرق وقرارات للدعم المادي لأي قناة لأي قناة قناة 14 تعيط المضطرفين في قناة 13 تساءلوا قالوا تمام تريدون أن تدعموا الإعلام في إسرائيل والحديث في فترة الحرب يدعموا الكل كيف يعني حكومة تدعم من يسحج ويطبل لها فقط وتتجاهل بقية الكنوات فبقولوا بأنه يعني نوع الفساد في اتخاذ القرارات أصبح أوضح من اللازم لكن من يهتم نراكم على خير غدا بأخبار أفضل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة